حابب اكلم حضراتكو في موضوع مهم جدا موضوع ربطة الاندية المصرية المحترفة كلنا كنا سعداء بتكوين الربطة والنادي الاهلي كان اول الداعمين والمساندين لفكر التكوين الربطة انه لما يكون عندنا ربطة يكون عندنا دوري منتظم هيكون عندنا ناس وقفة على الحياد بين الاندية كلها وقفة على مسافة واحدة في اتخاذ القرارات في الاندية كلها وكلنا استبشرنا خير لكن خلال ايام القليلة الماضية لما بدأنا نشوف كرارات غريبة كرارات في العقوبات اللي صدرت من كم يوم النهاردة ده جرس انظار لربطة الاندية المصرية المعايير النهاردة ما بقتش واحدة جميل جدا ان ربطة الاندية بتدعم الاندية الشعبية والاندية الشعبية بتكون مهمة جدا في الدوري الممتاز لكن سؤالي هنا للأستاذ احمد دياب وكل القائمين على ربطة الاندية المحترفة حضراتكو كنت فين وقت الاهلي ما كان بيلعب النهاية الافريقي امام الوداد ما شفناش حد في حضراتكو حتى حضر تمرينة للناد الاهلي لكي يساند ويدعم الفريق المصري الوحيد اللي وصل تلات مرات متتالية للنهاية الافريقي كنت حضراتكو فين ما شفناش حتى بيان يدين الشخص والموظف المخطئ اللي اخفى جواب تنظيم مصر بطولة الاندية ابطال افريقيا ووزارة الشباب والرياضة ادانة هذا الشخص ما شفناش ربطة الاندية ادانة هذا الشخص ولا طلعت حتى بيان هل من دور ربطة الاندية انها تقعد مدير فني معنا دي زي ما شفن قبل كده سادة الوزير وهو بيقعد مع لاعب محترف علشان يعاده معنا دي هل ده النهاردة دور ربطة الاندية انا بقول النهاردة وبقول ان النادي الاهلي كان اول الاندية الداعمة والمساندة لربطة الاندية المحترفة علشان يبقى عندنا دوري محترف دوري محترم دوري هو الاقدم في المنطقة العربية علشان كده بقول اتمنى لما تاخدوا كرارات في العقوبات كرارات لازم تكون على مسافة واحدة من جميع الاندية علشان ما يحصلش احتقان في الجماهير بين الجماهير واحنا النهاردة بنناشد وبنقول احنا مش عايزين الفين وثلاث تلاف احنا عايزين نشوف الملاعب كلها مليئة بجماهير الاهلي والزمالك والاسماعيلي بشرط ان المخطئ يعاقب مش عايزين مبررات مش عايزين مبررات انا قلت رسالة ونورت الطريق علشان الفترة اللي جاي مش عايزين مبررات